موسيقى هو طبق تقليدي قسنطيني يعود إلى العهد العثماني فكما زين موائد قصر أحمد باي يجمل اليوم الموائد في رمضان وحاضر في الأفراح والمناسبات شباح السفراء له مذاق مميز وقصة فريدة طبق شباح السفراء هو طبق تقليدي قديم من وقت العثمانيين الطبق هذا خرج من القصر أحمد باي اللي خدمته هي عيشة بنت أحمد باي كانت تحب بيت النويل أخلت طيبها على الأساس حتبدأ حلوة ومن بعد فصلت لها شكلتها قلعتها ودرت لها مرقة حلوة باللحم وقدمتها للباباها أحمد باي كي قدمته له تسمية تاعو حانجيكم في تسمية تاعو كي قدمته له قال لها هو يا عيشة اليوم زي شباحتي لناس السفراء الهنا اللي يعطاها الاسم شباح السفراء شباح السفراء تراث جزائري خالص لكنه لم يتعد حدود المطابخ القسنطينية أو في أحسن الأحوال المدن المجاورة لها على الرغم من قيمته التاريخية نبدأ به في أول يوم رمضان عندك نصافة رمضان عندك ليلة سبعة وعشرين ثانية نقدموه نقول باش نبدأه برمضان نرأوله حلو ونصوه حلو نختموه برمضان حلو إن شاء الله ويتقدم ثانية في المناسبات في الأعراس في العرضات في الحباب تنفرد الجزائر بتراث قل نظيره وعادات وتقاليد ميزت ماضيها وحاضرها لكن يجب الحفاظ عليها في المستقبل وكتابتها كعلامة جزائرية مسجلة